اشتركوا في القناة مما يستوجب تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة كما نوهت بدور السياحة في مد جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب وبأهمية العمل الجماعي لتطوير الشراكات والاستراتيجيات الفعالة التي تعزز من تجارب السياح وتحسن جودة الخدمات السياحية ما يعود بالنفع على جميع الدول العربية وقد شاركت سعادة الوزيرة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدول الأعضاء في جامعات الدول العربية بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بالسياحة حيث تمت مناقشة الاستراتيجيات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي مع التركيز على سبل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة بفعالية أكثر كما شاركت سعادة الوزير اجتماع الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية حول تطوير السياحة في المنطقة وتحصيل جودة الخدمات السياحية المقدمة ترجمة نانسي قنقر